بعد الإجازة التي قضاها بالبرازيل عقب نهاية مشور منتخب بلاده في كأس العالم وصل نجم برشلونة نايماردا سيلفا يوم الجمع إلى مقاطعة برشلونة الإسبانية صحيفة سبورت الكتالونية أكدت أن النجم البرازيل يتواجد في حالة بدنية جيدة بعد الإصابة العنيفة التي تعرض لها في مباراة كولومبيا في المونديال على مستوى العمود الفقاري ومن المنتظر أن يواصل النجم البرازيل لمرحلة العلاج الثانية في برشلونة وهو الذي طمأن الجهاز الطبي والجماهير مؤكد أنه لن يعاني المستقبلا من تباعات الضربة القوية التي تعرض لها من طرف المدافع كولومبي زونيغا للإشارة فإن نايمار يتواجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر